وعقب الافتتاح قام الرئيس عبد الفتاح أسيسي بجولة تفقدية في مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة حيث استقل الرئيس أسيسي في مستهل الجولة التفقدية حافلة للمرور على منشأة المجمع رفقه خلالها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة فيما استمع الرئيس إلى شرح مفصر عن هذا المجمع ترجمة نانسي قنقر